السلام عليكم فيديو النهار ده سريع مفيد وفي منتهى البساطة واجبة الفطار بالنسبة لي هي اهم حاجة في اليوم ما باعتبرش ان اليوم بدأ من غير ما وفطر فطار كويس اوي واستعدة تخطى اي واجبة في اليوم الا الواجبة دي في اليوم ده كنت بعمل الفطار وقلت هي بفتح الكاميرا وعملي فطارك مع المتابعين بتوعي يعني نشارك بعضي كده نشوف احنا بنفطر ايه بنأكل ايه انا بفكر ازاي في فطاري مثلا وانتو كمان اكتبول اقتراحاتكو تحت بتحبوا تفطروا ايه مثلا او حابين نصور ايه الفطارة الجاية التواصة دي انا بحبها قوي فيها كل حاجة بصوا يا جماعة نزلين الشغل بتعملوا الواجتكو الفطار الصبح انتو كأمهات لو حتى قاعدين في البيت ما بتنزلوش شغل فمن حقوقوا تفطروا فطار مغزي وسليم وسريع زي ده تواصة البيت فيها كل حاجة متكاملة وسهلة وسريعة في نفس الوقت الاول عمليوا لايك الفيديو ده لو مش مشتركين في القناة بتاعتي اشتركوا فعلوا جرس التنبيه لكل الفيديوهات علشان يجيلكوا اشعار بالوصفة اللي بنزلها قبل اي حد تعالوا بينا نبدأ اكيد مش هفطر بكمية الماشروم دي كلها لكن مثلا ما بيجيب طبقين زي دول او تلاتة او اربعة علشان الماشروم ما يبصش معايا وعلشان ما كسلش او حطه في اكل كله سواء سلطة او حطه كمان مع البيض مع مع معجنات مع بيتزا فبخزنه بالطريقة دي وده بيسهل علي ان انا افطر به كل يوم تقريبا الماشروم ما بيتغزلش الماشروم الكويس بنجيب لي فوتا وبعدين بنبدأ نمسحه كويس او يفوتا جثة او ماندي المطبخ مثلا تكون سميكة ونضفه كويس جدا بلاش ياخد اي رتوبة او ياخد اي ميا وكمان بلاش تقشره بعدين ببدأ قطع الماشروم لشرائح بحجم وسط بلاش تبقى رفيعه اوي ولا حتى سميكة اوي علشان تحسوا بطعمه كده ويبقى جوسي في الاكل شوي قطعنا الماشروم وهنشيله على جنب احتاج كمان حابة بصل صغيرة او نص حابة بصل كبيرة والنص التاني ممكن تلفوه وتحطوه في الفريزر لو هتسلقوا لحمة او فراخ ممكن تستخدموا وقته البصل كمان ببدأ قطعه وافروموا فرم ناعم زي ما انتوا شايفين كده وكمان بشيله على جنب وعندي هنا فصطوم كبير ممكن فصطينتهم صغيرين مش هتفرق كتير معانا هنفروموا كمان فرم ناعم قوي وكمان هنشيله على جنب طاصة على النار بزود فيها معلقتين كبار من زيت الزتون بنزل عليهم بالبصل المفروم والتوم المفروم وبديهم تقليبا مع بعض تقريبا ديقتين على نار هادي ريحة البصل والتوم طلعت معانا كده ننزل على طول بالماشروم اللي احنا قطعناه لو عندنا شوية عشاب فراش دا الطايم او الروزماري ممكن نزود منهم هيتدولوا ناكه حلوة قوي انا ما كانش عندي فرطايم اللي هو الزعتر فزودت منه تقريبا اتنين ما تنسوش كمان تزودوا رشة ملح مع رشة فلفل اسود بقلب المشروم ولما ياخد اللون الدهب الكريس بالحلوة اللي قدامكو دا بنقفل النار على طول اهم حاجة يبقى واخد لون لكن من جوه لسه طري وشوسي شوي بط في النار وبشيله كده يبرد على جنب بجيب برطمان زي دا او عبال الحفظ وبحط فيها المشروم بعد ما برد حطوه في التلاجة بقى اسبوع او عشر تيام اللي مش هيتغير معايكو لا طعم ولا ريحة ولا اي حاجة تماما استخدموه بقى في اي حاجة وفي كل حاجة بيتزا فطاير معجنات اللي انتبعني وينقوا على الانستجرام اكيد شاف الستوري اللي انا عملت فيها المشروم دا اعتبروا انكم عملتوا المشروم دا مثلا من مبارح وهنبدأ دلوقتي نعمل طاصة البيت بتاعتنا السريعة جدا البيت بقى اي كمية في الوصفة دي اي كمية بيت تحبوها تقدروا تستخدموها عادي زي ما بنعمل اي قملت ببساطة جدا بنزود رشة ملح وفلفل اسود وبنخفق البيت كويس اوي بساخن الطاصة بتاعتي كويس اي وتكون طاصة غير قابلة لللصق بزود فيها شوية من زيت الزتون او حاتة زبدأ او سمنة اي حاجة بتستخدموها عموما بعدين بنزل بالبيت بتاعي على طول يادو بياخد تسوية بنسبة 50% يعني يبقى لسه ميمي كده زي ما انتوا شايفين ونبدأ بقى نحط اي اضافات نحبها نفتح التلاجة ونشوف ايه الخضار اللي موجود انا كان موجودة عندي سبانخ بحب الشوح السبانخ اوي بحب اضيف هنية كده باستمتع بالقرشة بتاعتها في الاكل عندنا بقى جرجير عندنا خاصة عندنا اي حاجة خضرة ممكن نحطها في النص لو بتكسروا تاكلوا خضار جنب الاكل فده حلو جدا ليكم الماشروم كمان اللي عملناه اللي كان في البرطمان هناخد منه كم واحدة مش هناخد الكمية كلها طبعا وممكن بقى تحطوا اي اضافات موجودة عندكم في التلاجة اي نوع خضار اي نوع لحوم مصنعة اي حاجة تكونوا بتحبوها عموما مكانها هنا انا زودت كمان كم شريحة من الجبنة علشان تديها طعم سبايسي شوي وبس بطبق الجنب ده على الجنب ده واسيبوها في الطاصة على حسب بتحبوه التسوية قد ايه بتحبوها 80% 100% خرجوها على حسب ما بتحبو انا بحب تسوية البيت 80% فاخرقها بالقوام ده على طول شوي التماطن متابلة براشة ملح ونزين براشة بقدونس فطهر سريع وبسيط وفيديو خفيف اتمنى ان يكون عجبكو جربوه هستنى رأيكو متلتزموش بالاضافات دي ده فكرة اكتر من انه وصفة يعاني تقدروا تحطوا جوه البيت اي حاجة تكونوا بتحبوها بتنسوش لاك الفيديو ده لو مش مشترجين في القناة شتاركو فعالوا جرس التنبيه علشان يجيلكو اشعار بالوصفة الجاية اللي هتنزل قبل اي حد اشوفكو على خير في فيديو جديد مع السلامة حلوية